عايزة العب معكم. العب. يلعب في الآخر يلعبين. اهلي سراميك يلبطرى مين يكسب؟. اهلي بصعوب. زمالك مستهل. ضربك جزاء. مين يكسب? الزمالك. الزمالك. يعني اهلي زمالك فاينل. مين يكسب الهلي و الزمالك في الفاينل? اهلي. اهلي. ضربك جزاء. ضربك جزاء برضو. ماشي. اهلي سراميك يلوبطرى. اه انا والله العظيم عندي توقعات بس حاولك. لاحنا نلعب. اه كفت الاهلي ارجح. هيك كيف نلعب. قفت الآهلة على سيراميكش. الزامالك احساس انه مكتش 50-50 احساس انه موتش 50-50 جشير. ما انا فيه? طب انا اقولك انا اقولك يعني لو الزامالك عدا بيراميز هياخد السوبر. لو بيراميز عدى الزامالك الأهلة هياخد السوبر. حلو. يعني لو الزامالك كسب بيراميز واجه الآل في الفاينال هيكسب الآل في الفاينال في السوبر. لو البرامدز عدا الزامالك ووصل الفاينال مع الآلي الفاينال هيكسب. ده توقعي، ما عرفش بموتش الزمالك وبراملز مش عارف أتوقع بس دي برضو حل لذيذ تعيش بحاجة؟ لا لا لا، هو دايما هو موضوعاً هو مش عايز يشوف الأهلي والزمالك في الفاينال في السورة والله أبداً أنا متوقع وإحساس بس يعني أحاسس برضو، أنا مستدقل موتش الزمالك وبراملز وموتش صعبين كده كده حسوا مش الموتش اللي فيه توقع أو رايح لحد يعني ما فيش طبعاً، أنا أشوف الأفضالية حتى على الورق، هي الأفضالية البراملز يعني قدام أي منافس سواء الأهلي أو زمانك أو سيراميكا الأفضالية البراملز على الورق يعني أو فينال بين الأهلي وبراملز عزينا حقولك إن الأهلي اللي هيخدوا البطولة إيش معنى؟ في، في الأهلي قدام بيراملز هيبقى في شراسة أكتر بكتير من الناس متخيلات في دقات تفوق عند الأهلي على بيراملز الأهلي يقدر يستحمل هجوم بيراملز كافس الوقت يقدر يسجل في ادفاع برمز الهشأس للأهل عنده قوة هجومية أكتر من قوة الهجومية عشان الوقت يخلصه وتيل لو الزمالك والأهل الزمالك يكسر لأن الزمالك يقدر يلعب الجيم اللي هو يتعب الأهل ويقلل عزل من هجمات الأهل عنده شراسة هجومية أقوى من الزمالك لكن الزمالك بيقدر في الجيم ده ينقله لفكرة خط الوسط والحاجات دي ويبعد عن الفرص الكتير ما بيفتحش الجيم بك فرص كتير